هذا الإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين فتم اتخاذ قرار وهو استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصوتهم وقرأهم الانتخابية لحد آخر ناخب موجود في الجامعية الانتخابية يعني ايه يا فندم؟ حضرتك دخلت المدرسة صح؟ طبقا وده كده مجمع انتخابي دخلت اهو طول ما انت جوه مش حد هيقول لك راوك مش مسلا تيجي الساعة تسعة فيقول خلاص يا جماعة لو سمحتوا اللي ما دخلش لسه قدل بصوته يتفضل لا 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 خالص حضرتك موجود؟ احنا مستنينك اللجنة مش هتقول لك اتفضل روح اتفضل لحد انك تنزلت من بيتك مواطن كريم معزز مكرم على عيننا وعلى راسنا طول الوقت مش هقول لك روح لا اتفضل خش كامل تنزلت من البيت جيت من شغلك خلصت شغلك ولسه ما روحتش بيتكو وعاوز تروح تدلي بصوتك انا مش هرجعك خالي الوفاد اتفضل عليك ان تدلي بصوتك كيفما اردت في التوقيت اللي انت قررته اتفضل كمل مش هتقفل الباب ومش هتقلك لأ شكرا روح وتعالى فوت علينا بكرة اطلاقا كمل ادي مشهد قدامك وده فين ده يا عمر ده مشهد رائع جدا في اسوان اسوانية دون نزل السكر حاجة عظمة من ناحية تانية كان في شيء لفت للنظر لجنة الرصد في الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت واقعة بتاعت تصويت واحدة سيدة من الناخبات تبين انها سبق وادلت بصوتها في الخارج باحدى السفارات بالدول العربية وبالفحص ثبت صحة الواقع وان اللجنة العامة اللي قدلت برأيها فيها حصل وبدأت في اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة الناخبة او المواطنة الناخبة لجهة التحقيق هتيجي انت تسألني تقول لي ليه تحل للتحقيق لانه هي كده بتعمل ازدواج دوبليكيشن على رأي الناس بتوع الكلام الخواجاتي يحبو او فهي بتودلي بصوتها مرتين ليه ليه حسن نية سوء نية مش بتاعتي دي لجان التحقيق هي اللي هتحقق وتفصل في هذا الامر وبالمناسبة هو امر طبعا غير قانوني يعني بيفاش تروح تدلي بصوتك في حتة طب في مشهد اخر لازم تبص عليه او في زاوية اخر لازم تبص عليه ان الهيئة الوطنية واللجان العامة والفرعية عندهم تدقيق كامل كامل عالي الدقة في مسألة مين قدلى بصوته ومين مقبلاش بصوته اشتركوا في القناة